اطلقت مدرية الثقافة في حلب مهرجان الطفولة المسرحية الاول تحت شعار ابداعات واحلام وذلك بالمركز الثقافي العربي في العزيزية بمشاركة فريق مهارات الحياة ويتضمن المهرجان عروضا مسرحية تهدف الى تنمية مهارات الاطفال والنهوض بالواقع الثقافي اطلقنا اليوم فعاليات مهرجان المسرحي الاول للطفولة هذا المهرجان نعمل عليه منذ الشهر العاشر العام الماضي قدمنا من خلاله جلسات توعوية ثقافية فنية مسرحية للاطفال هذه الاعمال تهدف الى تنمية الذائقة الفكرية والثقافية والفنية لدى الاطفال والنهوض بواقعهم الثقافي هدفنا العمل توعية صحية نقل الصورة بدقة الى الاهل وانطباعة في زاكرتهم بالاضافة الى ان الطفل بحد ذاته يعرف آلية وكيفية الدفاع عن نفسه ضدها المرض والوقاية الاطفال المشاركون عبروا عن فرحتهم بالمشاركة بالعروض المسرحية والتي لاقت اقبالا كبيرا من اهالي الاطفال احنا شاركنا بهذه المسرحية لانه مسرحية مليئة بالمشاركات المفيدة والرائعة وهي مسرحية هادفة عن العلم الحمد لله كتير حلوة المشاركة وحبينها يعني كلياتنا وستمتعنا فيها اظهرنا بهذه المسرحية تراثنا ورجعنا للعالم انه كمان كورونا لازم نحفظ على اجسامنا وانه المرض ما بيوقف اي شي نحن اطفال سوريا منقدر نعمل اي شي لانه كورونا او اي فيروس تاني ما بيوقف لا الفن ولا الدراسة تهدف مديرية الثقافة من خلال المهرجان الذي يستمر لاربعة ايام تقديم الدعم النفسي للاطفال والتخلص من مخلفات الحرب لبناء جيل قادر على الانطلاق نحو مستقبل مشرق للاخبارية السورية ومصطفى كوسى حلب